احنا بنحفظ مع بعض ومنثبت سورة آل عمران بناخد آيتين اتنين بس تعال معانا عشر داي بس ونحفظ السورة ونثبتها ان شاء الله هنفتح المصحف على الآية رقم 176 من سورة آل عمران نتعلم مع بعض ونقرأ ونحفظ ان شاء الله ولا يحزنك نون قبل الكاف مش على تشكيل أحط تحتها نقطة عشان هنقولنا حركتين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين حرف الذال لازم لسانه من السنان الذي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم نون على شدة بحط تحتها نقطة وغنها إنهم لن يضروا نون مش عليها تشكيل برضا غنها غنتين وربعة إنهم لن يضروا الله شيئا لم الله لما يكون قبلها ضمة زي هنا بفخ ما يبقى اسمها الله لن يضروا الله الله لو قبلها ضمة وفتحة الها أرققها لأنها مرققها الله ما تقولش ها ها الله إنهم لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله قبلها ضمة كمان هنا هنقول يريد الله ببقى اسمها الله ألا إنون هنا بعدها حرف علي شدة لما النون يكون بعدها حرف علي شدة امسحها كأنها مش موجودة خالص ألا ألا تشوف نون مش عليها تشكيله بعدها حرف علي شدة امسحها ألا يجعل جيم عليها سكون ودي من حروف القلقلة حروف القلقلة خمس حروف القاف والطا والبق والجيم والدال معنى الجيم نعمل إيه؟ نقلقلها يجئ يجئ هو ده يريد الله ألا يجعل لهم يجئ هي ده قلقلة ألا يجعل لهم حظا في الآخرة تنوين بعدها فان نحط نقط عشان هنهن حظا حظا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إذ ذال من أنشي ذا ذا والضا نفس الكلام ما نقولش الضا الضا عظيم ولهم عذاب عظيم نفس الكلام حظا ما تقولش حظا كده حظا حظا هنا العين والضا إيه وعد فخم العين وتقول عظيم ع لا ع ولهم عذاب ع ولهم عذاب عظيم عظيم إن نون مشددة غنى حركتين وأي نون على شدة في القرآن كله بغنها وإن نقط دي عشان تساعدنا على الغنى والأحكام بسرعة إن الذين اشتروا ما تقولش اشتروا لا الرا فتحة اشترى اشترى هنا في علامة مد نكتب رقم 4 عشان هنمد أربع حركات ننزل كده أربع صوابع من إيدينا هو ده المد ونكتب رقم 4 عشان نشوفه ونفتكره أنما نون مشددة غنى حركتين أنما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمدي لهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم التنون يدخل في الله من غير غنى أي وإدغام من غير غنى خير لأنفسهم إما لإيه الغنى دي؟ الغنى دي بتاعة النون اللي قبل الفا مش عليها تشكيلة وحط نقطة عشان هغنها أنفسهم إنما خير ل خير ل ما فيش غنى خير لأنفسهم أنفسهم إنما نون مشددة غنى حركتين زي هنا نملي لهم ليزدادوا إثمى في علامة مدى حط أربعة عشان هنمد ليزدادوا إثمى إنما نملي لهم ليزدادوا إثمى إثامى نقولها السين والإثمى لا إث إثمى إثمى ولهم عذاب هنا كلمة مهين فأولها ميم فتنوين بعد ميم هي الدينة ميم مشددة نحط نقطة عشان هنغنى حركتين أي وإدغام بغنى ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين مع بعض نرى الآيات ورفع صوتك معها وركز وافتكري التجويد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِذْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ إِرَاكَ مَنْ تَلَتِينَ مَرَّةً عشان تحفظ التجويد وما تنسهوش وتحفظ مع فالة الحفظ إن شاء الله مش هتنساهتان ونسمها مع بعض ولازم نراجع من أول السورة أسأل الله أن يؤسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يثبتوا في صدركم وأحشركم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم